فإن شاء الله تعجبكم التوقعات وتنطبق على أكبر عدد ممكن ممكن القراءة تطلع عكسية فكل واحد يشوف ظروفه ويزبط التوقعات على عليح وعلى طرف الأخرى أو الطرف الآخر برج التور حبيبي عم تطلع من عزلة عم تطلع من موقف أنت مش حابه لكن كنت عم تفكر فيه وكان مقرقق لمدة طويلة هذا الحدث لكن الحمد لله رح نطلع منه والأشياء اللي يعني فيه فيه موضوع كان كتير مزعجنا وكتير كنا عم نخطط وكذا وهذا وكان فيه خيبة أمل في الموضوع اللي كنا عم نستنى الآن عم نطلع من هاي الطاقة وهذا إشي كتير حلو بالمجمل أوراق حلوة عم تظهر فيها أبراج ترابية أكتر إشي بتبين عندك برجك أنت التور كمان عم يبين يمكن يكون الطرف الآخر أو الأطراف اللي عم بتتعامل معاها الأشخاص يمكن يكون برج ترابي أكتر إشي ناري مائي بس الترابي عم يطغى عم تطلع كل الأبراج بس أكتر إشي هم الناريين عم يلعبوا دور في هاي الفترة خلينا نشوف شو هذا الدور أو شو مستنينا بالنسبة حبيبي للعمل العمل والدراسة رح نحكي عليهم أول شي وإذا كان في شي عطفة ممكن نلقطه نحكي عنه هلأ عم بشوف الرجل والمرأة من برج التور عم تطلع من طاقة لطاقة إذا كانت طاقتك سلبية فعم بتحاول تطلع منها وعم تنجح في هذا الموضوع وعم بيساعدك طرف آخر أو هو السبب أساسا في إنك تطلع من هاي الطاقة عم بشوف كرزين حكيم في أحكامك بالفترة الأخيرة أو حتى أكتر من سنة كنت أنت صحيح عندك مبادئ وشغلات ومتشبث فيها ومن الأشخاص برج التور حتى بالعموم بيحبوا الاستقرار بيحبوا الاستقرار في كل شي لكن أخدت قرارات كان فيها شوية تهور لكن في الفترة الجاي حتى شهر سبعة واللي بعده رح تكون كتير قرارات حلوة ولصالحك عم بتغلب المنطق على العاطفة فيها كان في عندك اللي هي خيبة أمل من شخص ممكن يكون ترابي أو مائي لكن عم تتصلح الأمور وعم تتكشف لك شغلات بوادر أو بشائر ممكن تكون خبريات هيك عم تيجي وراء بعض البعض منكم ممكن ينطبق عليه هذا الموضوع والبعض لا عم بشوف شخص كمان عم بيحاول يتحكم فيك أو عم بيشوفك أقل منه عم بتعامل معاك بشوية اللي هي تحكم ومبين في هذا الكرت يمكن يكون في حسد عندك طاقة حسد في حد عم يراقب أيضا لكن عم بشوفك على أرض ثابتة أو أنت صممت هاي القاعدة أو اشتغلت عليها لحتى تكون كثير أمورك مستقرة كنت عم تدور على الاستقرار وعم تحصل عليه بالفترة هاي فبتمنى يعني شغله حلو كتير للعزاب عم بشوف شخص ممكن تكون برجه مائي ممكن يكون حوت عم بفكر فيك يعني إلو فترة لكن أنت حديثا عم بتفكر فيك لكن هو إلو فترة طويلة عم بيشوف حركاتك عم بيشوف حركاتك عم بيشوفك أنه أنت على علاقة عم بتقدم خطوة ناحيتك لكن هاي الخطوة عم يتخذها بحذر عم يدرس الأمور هو مش شخص عاطفي مية بالمية عم بيفكر بالعائل أكتر من العاطفة عشان هيك يعني رح أو طول هو في اتخاذ هاي الخطوة لكن هو على تم استعداد في شهر تموز تموز إنه ممكن ياخد هاي الخطوة ناحيتك عم بشوف طاقة اللي هي هوائية ممكن أو أنت ناوي على شغلة في عوائق معينة صنعوها ممكن لحولك أو أنت صنعتها بذاتك الجو ما كان كتير ملائم لاتخاذ هاي الخطوة ممكن تكون شراء ممتلك معين سيارة أكتر شي ممكن يكون كمان هذا الكارت يعني بيعبر عن سفر اللي هي ممكن يكون في فرصة كبيرة للسفر لكن مش أنت يعني إما الشريك أو حدا من العائلة عم بيسافر أول شي بعدين أنت بتلحقه في مسافة أنت عم تقطعها أو الطرف الثاني عم يقطعها أو فيه ممكن مسافة كبيرة كمان بينكم بين الشخص الآخر شخص بتحبه أو صديق ممكن يكون فيه مسافة بينهتكم لكن هاي المسافة عم تتقلص وإذا كان معنويا رح يكون فيه رجوع إلى الماضي رجوع إلى علاقة وممكن نفسره على أنه أنت رح تكون مستعد لاتخاذ يعني أي قرار في شهر سبعة أحياناً عم بتفكر في التهور أو أنك تطلع بسرعة من كل الجو اللي أنت فيه فأنا شوي يعني بحذرك أنه لأ تروى شوي في شهر سبعة لأنه رح تكون عندك طاقة إنفعال أو طاقة اللي هي بدي بسرعة الأشياء تتغير بدي أسافر بدي أغير وهذا تغيير لصالحك وعم بيكون فيه احتمال كبير في شهر تموز أنك تغير كتير من الأمور عم بشوف فيه حلم عم بتجسد ولكن فيه شوائب يعني كانت خلال الفترة الماضية غيوم حوالين هذا الشخص أو الحلم ولكن فيه طريقه للتحقق إن شاء الله عم بشوف كيف تعطي من فلوسك لها حدا إما عم تدين حدا أو عم تعطي وعم بشوف كمان برج الميزان في الأوراق عم بتحاول تحقق العدل من بعد ظلم اتعرض طلله بالفترة الماضية ولكن اتعاملت معه بطريقة خلينا نحكي حكيمة وكان قرارك فيه صحيح مية بالمية عم تاخد وتعطي مع أطراف ما كنت على وفاق معاهم يتهيئ لي في العمل بالعمل عم يستنوك حبيبي على غلطة فدير بالك اشتغل شغلك مية بالمية وما تعتمد كتير على الحظ مع إن الحظ موجود لكن مش في كل المجالات عم تتذكر شيء قديم وتشبث بي بشيء قديم فكرة قديمة ما عم تقدر تطلع منها خلال الفترة الماضية لكن الفترة الجاي عم تنجح في هذا الاشيء وتطلع من الطاقة القديمة اللي أنت كنت فيها عم تترك شيء عم تترك شغلة أو شخص كان بيشكل لك أهمية كبيرة في حياتك واللي هو يعني ما كنت شايف إلا هاي الشغلة أو هذا الأمر أو حتى الشخص ولكن عم تطلع بكل أريحية في شهر سبعة يوليو خلينا نشوف مثلا الدراسة على الأكتر لأنه في ناس طلبوا هذا الاشيء عم بشوفك شوي مكسل بالدراسة نهاية سعيدة في الدراسة لكن من بعد جهد عم تبدله كنت في الأشهر الماضي كتير مأخر أنك تبلش تدرس أو تبلش تركز في دراستك لكن عم بتكون في الفترة شهر سبعة وأكنهم فتحت نفسك على الدراسة وهذا الاشي يعني عم تاخد منه كتير نتائج حلوة في أشخاص أكتر من شخصين عم بيراقبوك عم أنت أعلى منهم أنت بمرتبة أعلى منهم هما نفسهم يوصلوا لهذه المرتبة أو نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين فمش قادرين مش قادرين أنه يوصلوا لك وكأنك أنت حاطت حواجز أو شغلة بينك وبينهم أنا بحكي لك هدول الشخصين أبداً مش نويين على خير هاي من الأشياء السلبية اللي ظهرت لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع وأنت في مرحلة متقدمة وهم لا زالوا يحكوا في أمور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلدتوا وبعجنوا لكن أنت ولا على بالك الفترة الجاي بالفترة الماضية كنت كتير مأرقينك هدول الشخصين أو الأشخاص لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وأنك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الأشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الإشي غيره من طرف هدول الأشخاص عم بشوف في إيدك شغلة كانت عبارة عن وهم أو يعني رزقة رزقة عم تجيك كان بالنسبة إليك عم بتفكرها صعبة كتير بالحصول عليها لكن عم بتلاقي نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في العمل في العمل بالفترة الأخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الآخرين كلهم عم بيتطلعوا عليك إنه هلا هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه لا هذا شخص تاني عم يتغير جلدك في هاي الفترة النهاية أخر ورقة طلعت معي لأحدث فترة ممكن تكون آخر شهر أيلول عم توصل لتوازن كتير حلو في العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم فيه شغلات سابقة أنت عملتها في القديم كنت فكر إنه خلص أنا ما يعني راحت علي وما ما حأخذ النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الإشي اللي في بالك عم بشوف فيه شخص مندفع تجاهك لكن أنت شوي متأني في الموضوع شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع بحكي لك إنه استعجل لأن الفرص ما تيجي دايما مثل هذا الشهر أو بهاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية إذن أول شيء للعزاب بعدين المرتبطين اللي هم يعني على علاقة حاليا مش منفصلين والأزواج كمان نحاول أن نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين هسي حالي ما خلطتهم مني حبيبي برج تور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية أو بتجهز حالك لاحتفالية معينة عم بيكون هذا الاحتفال من أجلك إنت يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي أكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي أو الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة عم يدرس الموضوع منطقيا بحت أول شيء قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه وعم بشوفه يعني عم بيحلم فيك وكأنه أنت شغلة كتير أعلى منه أو أحلى منه بحياتك بالمجال اللي أنت فيه وكأنه عم بده يتخذ هالخطوة لكن خايف شوي من الأجواء اللي أنت فيها وكأنه في اختلاف بينك وبينه فيه إما الطباع أو مش عارف فيه اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص أصغر منك هذا الشخص بيميل بشرته للبياض أكتر للشعار أكتر أو ممكن عيونه ملونة تكون شايفه عليك على حصان وعم وكأنه فارس أحلامك فيه شغلات كتير من الشغلات اللي أنت بتحلم فيها هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوف بك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض أو قرارين في بعض بالنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع عم يكون صعب عليك أنك تتخذ هذا القرار لكن فيه شغلات حتبين لك أو تنبر لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار في ممكن يكون في الليل يعني هيك بآخر الليل خلص أنا بدي أاخد قرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلص أنا إما تعبر عن مشاعرك أو تقول له أنا بدي أرتبط خلص للناس طبعا عفوا للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار أو بيحلموا فيه وإنتم زمان بتدور على الاستقرار بدك تستقر حيحسس أنه أمورك مش عم بتكون مستقرة مية بالمية بالنسبة للأزواج وعم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم تتصافوا أكتر في شوية مشاكل كانت قديما لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في إيدك أو خاتم في إصبعك مش عارفك رح تكون متحكم بالأمور ولكن بعواطف أكتر عم بتجيبها بطريقة بتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الآخر وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديما كنت على أرض مش ثابتة كنت عم بتحس أنه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال أو ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو أنت لكن في شهر تموز رح تكون الأمور تمام التمام ورح تحتفلوا مع بعض أو يمكن ترجعوا الزكريات القديمة الحلوة اللي كانت بناتكم الحب عم يتجدد أنا شايفة لا الناس المرتبطين لكن مش متزوجين في نجاح في العلاقة في نجاح في أمور عم بترتبها لحتى بالأخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموض كانت في أسرار كان في أشخاص عم لا شخص واحد كان عم يدخل كان بعيد وقرب وعم بشوفوا هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص لكن عم يتطلع عليكم عم بي إما بيراقبكم أو حاقد هذا الشخص موجود بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن تكون من برج ناري أو برج اللي هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم يقرب بخطوات بطيئة شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله أموره يعني تمام تمام ما في عندهم اللي هو مشاكل شغلات لا عم بيكون أموره امرتبة المشاكل أو التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج التور صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج التور أو انفصالات كتير كان في عندهم مفصل عن أشخاص أو شخص بالأكثر يعني الفترة الماضي كانت في طاقة البعد مسيطرة وها فينا زعات كانت موجودة من قبل في عم بشوف اللي هو مش طرف ثالث ورابع وخامس وكأنها علاقة مش تلاتية بس لا ربعية وخماسية ممكن تكون وهذا أفضل من لما تكون تلاتية أبراج نارية أبراج ترابية الطاقة الأديمة عندك كنت ملافف ظهرك وخلص مليت ما في أمل كنت رافع السلاح يعني أو بدك تنتقم اللي هو كان فيه نزاعات كبيرة بيناتكم أو حرب كان فيه مشاكل كتير كبيرة وحتى تدخل فيها أكتر من طرف بالفترة الجاي عم بيكون صفاء أكتر في الجو غيوم شوي صفاء شوي وكأنه عم بيصير فيه أخت وعطى بينك وبين هذا الشخص عم بيحكي للمنفصلين اللي هم الحديثين أما من أشهر أو من أسابيع لكن اللي من السنين بتكون الإحتمالات عندهم أخف في الرجوع لشخص قديم إلا للمطلقين ممكن يكون فيه اللي هو حكي على أولاد اتفاق معين فيه فلوس بالموضوع عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك يعني عم تكون راضي في النهاية أو قنوع مهما كانت النتيجة رح تكون مبسوط آخر إشي بيّن عندي إنك الطرف الآخر عم بيكون وصل لقوة معينة إنه ياخد خطوة نحو الأمام من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الأمور بناتك وصار فيه استحالة إنه ترجعوا لكن فيه حنين وشغف من الطرف الآخر من أول ما تركته ولحد ديت هلأ عم يستمر الشغف والحنين إذن فيه فرصة للرجوع لبرج التور عم بيشوفك قوي كتير ورح يرجع بأمور حلوة أو خبرية حلوة بتخليك خلاص بدك تضلك معه على طول من بعد كل هالصراعات طول هذا كله بترموه ورضاهكم ولكنه فيه كمان قبل الرجوع عم توصلك ميسج منه أو عم بيكون فيه تواصل يعني اللي هو رجوع شوي شوي مش الرجوع المفاجئ إنه خلاص إحنا رجعنا كذا لا بشوفك عم وكأنه أو الطرف الثاني عم بيكون حذر كتير بالخطوات راجع لكن راجع ببطء ممكن أول شي تكون بداية العلاقة اللي هي قالوا كيفك كذا بعد أسبوع أو بتتطور شوي وهذا عبارة عن تخطيط منك أو من الطرف الثاني إنه تبلشوا مرحلة جديدة صافية وتحاولوا إنه تحلوا المشاكل اللي بناتكم اللي سببت هذا البعد هذا أكتر إشي نبين بالنسبة للمنفصلين خلينا نشوف إسا في نصيحة من الكون أو من الطاقة الكونية للكم لبرج إذن التور لبرج التور إذن شون نصيحة بالفترة الجاي اللي هي شهر يوليو بحكي لك حارب حارب كرمال الشغل اللي بتحبها ما تضلك قاعد ما تضلك قاعد واعمل مبادرات أنا بحكي على جميع الأصعدة هاي نصيحة على الصعيد الشغل والدراسة والعاطفة بقولك ما تضلك قاعد لأنك عم بتضيع فرص كون بالفترة الجاي متخذ أو صانع قرار ما تضلك بطاقة اللي هي الحيرة لا خد امشي الحظ معاك هاي الفترة فانطلق بالمشاريع أو بالمشروع اللي انت يعني حابه رح تنتهي بنجاح ولصالحك فمن بعد ركود عم ببشرك الورق بأنه في كتير نجاحات عالطريق لكن نجاحات مبنية على قديش انت رح تاخد خطوات ما رح تجيك شكرا